سيد قيس أبو ليلى نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية أهلا بك معنا في هذه التغطية الحية والمباشرة وانت بألف خير فقط اسمح لي قبل أن نطرح أولى الأسئلة أن نذهب معك إلى التقرير التالي الذي يلخص آخر ما تم من انتهاكات هناك في المحافظات الجنوبية إذن هذا التقرير سيداتي وسادتي وبعده نواصل مع السيد قيس أبو ليلى آتمة ملعونة مشلولة تلك اليد التي امتدت خرابا وعثت فسادا في مبنى تلفزيون فلسطين في غزة حاولت خائبة أن تحجب عين الحقيقة وتكسر معدات وكاميرات كان مقرنا لها اليوم كما كل أسبوع أن تجول الميدان على تخوم غزة لتنقل مباشرة اعتداءات الاحتلال المتواصلة على أهلنا في القطاع المخطوف من قبل عصابات وخفافيشة لا تنشط إلا في العتمة والظلام هذا التخريب المتكرر لم يكن مستغربا فهو امتداد طبيعي لأعمال حفنة مراهقة على الساحة الفلسطينية نشرت الخراب والكراهية في قطاعنا الحبيب وحولت حواريه وشطانه نصب عذاب تجرع فيه الويلات لأبناء شعبنا عطلت الحياة العامة وعادت غزة إلى قرون بائدة وفعلت عصابات الانقلاب في جنباتها حمام الدم والعنصرية ضد كل من لم يبايعها على جريمتها بالانقلاب على الشرعية والثوابت التي لن يتزحزح شعبنا عنها حتى وإن ارتضت حفنة منه الدنية وتواطأت مع مخططات شيطانية أقلها سفقة القرن المشبوهة جاء الدور على الإعلام مرة أخرى وتحديدا تلفزيون فلسطين أفزعتهم مهنيته وصور واردة على أثيره لفتية آمنوا بالشرعية وكفروا بلغة الدم والخراب لم تستقم حجتهم في المنازلة فاستكانوا إلى لغة القوة والعنف التي طالت مبنى التلفزيون بعد أيام من حربهم في الشوارع ضد فعاليات انطلاقة الثورة التي أفزعت حماس ومن تزاوج معها من أتباع المفصول المطرود كل تلك المكونات الدخيلة على شعبنا بالتأكيد عاشت التعاسة والحسرة وهي تراقب مشاهدا لاحتفالات والألوف المؤلفة عبر شاشة تلفزيون فلسطين في غزة الذي تحول إلى هدف يجب إسكاته ولكن هيهات فقد صمد تلفزيون فلسطين قبل ذلك أمام الاحتلال وسيصمد في وجه الظلام القادم من القطاع ليبقى منارة مضيئة تنادي بالحق الفلسطيني الذي لن يتبدل وسيد صبيح تلفزيون فلسطين نوصل وياكم ونبدأ هذا الحوار أيضا مع سيد قيس بلليل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية أهلا بك معنا مجددا في الجبهة الديمقراطية توصيفكم لهذا الاعتداء وكيف تقرؤون المشهد الآن يعني نحن شجبنا واستنكرنا بشدة هذا الاعتداء الآثم الذي اعتبرناه مساسا بالقيم التي تربينا عليها جميعا والتي ينبغي أن تسود في العلاقات ما بين أطراف الشعب الواحد وأطراف الصف الوطني الواحد نحن مطالبون بشجب هذه الممارسات تحديدا لأنها تمزق الصف أو تمعن في تمزيق الصف الوطني في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة إلى توحيده في مجابهة الاحتلال وإلى إنهاء كل هذه التناقضات الثانوية والتركيز على التناقض الرئيسي مع الاحتلال ولذلك نحن أيضا اعتبرنا أن أجهزة حماس الأمنية في غزة مسؤولة عن معاقبة وملاحقة وكشف هؤلاء الذين قاموا بهذا العمل وهذه مسؤولية تتحملها سياسية وأمنية في آن معا ولا بد من الوفاء بها من أجل إعادة الأمور دعني أقتبس سيد أبريلا دعني أقتبس ما قاله ضيفنا السابق دكتور أمار دويك وهو مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حسب طاقم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة ومن توثيقاتهم وجمعهم للمعلومات فإن شهود العيان أكدوا للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بأن من أقدم على هذه الفعلة لم يكونوا ملثمين دخلوا بكل أريحية وخرجوا بكل أريحية هذا الاعتداء جرى في الساعة العاشرة صباحا ليس فجرا وليس في ساعات متأخرة من الليل دلالات ذلك دلالات ذلك أن هؤلاء لابد أن يلقوا شكلا من أشكال الحماية من قبل الأجهزة النافدة أو السلطات النافدة هذا أصلا كان مرئيا ويستطيع الإنسان أن يتنبأ به حتى لو كانوا ملثمين ولذلك نحن نقول أنه على حماس أن تكشف هؤلاء وأن تقدمهم إلى العدالة لينالوا عقابهم وينالوا ما ينبغي أن يحل بهم من عقاب وفقا للقانون وأيضا وفقا لقيم العمل الوطني وقيم النضال المشترك ضد الاحتلال بدلا من أن يتم تقريب المسافات أفعالك هذه تبعد المسافات وكلما تبعدت المسافات كلما أصبح الحديث عن المصالحة أكثر صعوبة وأكثر بؤسان وكل ذلك أيضا ينعكس سلبا على أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية الذين يعيشون في حصار ويعيشون في ظروف صعبة لماذا لا يريدون فهم هذه الوقائة برأيك؟ يعني أحسنت هذا السؤال سؤال مهم وأنا أتفق معك أن هذه الممارسات التي يتصرف أصحابها بدرجة عالية من اللامسئولية تجاه القضية الهامة والرئيسية لشعبنا في المرحلة الراهنة وهي مسيرة المصالحة كل هذه الممارسات من أي جانب جاءت ينبغي أن تتوقف ونحن أوجهنا ونوجه مرة أخرى النداء إلى جميع بأن يضعوا حدا لمثل هذا الاحتراب الجاري وأن يفسحوا المجال لإعادة العلاقات الوطنية إلى سابق عهدها من التواصل ومن الحوار وصولا إلى إنهاء هذا الانقسام واستعادة وحدة الوطنية نحن لا نملك ترف الاستمرار في مثل هذا الوضع الشاد وإنما نحن مطالبون ببدل كل جهد من أجل وضع حد لهذا وللتقدم نحو ترميم مسيرة المصالحة بعدما أصابها من الألغام المتفجرة على الطريق سيد أبليلة لابد هنا أن نضع الأمور أيضا في نصابها ونتحدث أن ما تم إتلافه هي ممتلكات عامة هي ليست ملك لسين أو صاد أو عين أو لا هي ممتلكات عامة هذا يزيد من الجريمة وطأة نعم وهذا يعطي الجريمة وطأة أخرى لابد أيضا أن نتحدث فيها وأيضا الهيئة العمل لذاعو التلفزيون هي مؤسسة سيادية تتبع لدولة فلسطين فعن هذين الشقين ما الذي يمكن أن تشرحه للمشاهدين يعني أنا كما تفضلت يعني هذه ممتلكات عامة والاعتداء على الممتلكات العامة هو اعتداء على الشعب الذي يمتلك هذه الممتلكات صوت فلسطين بالرغم من كل الملاحظات ونحن لدينا ملاحظات أيضا على صوت فلسطين وكيفية أدائه لمهمته ولكن يبقى رغم ذلك مؤسسة وطنية ينبغي صونها وينبغي حمايتها من أي اعتداء دون هذه الملاحظات التي لديكم أو لدى أي أحد آخر لا يمكن لنا أن نتطور وهدفنا دوما أن نكون عند حصن ظن الجميع عن الشق الثاني سيد أبو ليلى ما الذي يمكن أن نقوله الشق الثاني الشق الثاني المتعلق غير أن هذه هي ممتلكات عامة بأنها مؤسسة سيادية أيضا نعم بلا شك قلت أن هذه مؤسسة وطنية وينبغي حمايتها ففضلا عن أن الاعتداء هو بالأساس اعتداء على حرية الرأي والتعبير يعني حتى لو لم تكن هذه مؤسسة تابعة للدولة فهي مؤسسة إعلامية وصحفية والاعتداء عليها هي اعتداء على حرية الصحافة والإعلام وبالتالي نقض لكل ما نحن درجنا عليه من قيام ومن مبادئ ومن سلوك وسلامة وطنية طيب دكتور ابن ليلة دعنا نخرج من الخاص إلى العام قليلا الكل يعلم خطورة المشهد على الطاولة السياسية من حديث عن صفقة قرن وأنه ترامب سيطرحها قريبا ثم عادت الإدارة الأمريكية وأجلت طرحها تضرعا بأنه هناك انتخابات إسرائيلية أمام كل هذه الضغوط وهذه المؤامرات أليس الأجدر بهذه الأطراف أن تهدأ قليلا أن تحكم لغة العقل وأن تمد يدها للطرف الآخر حتى نخفف على الأقل المعاناة على المواطنين من ناحية وكي نكون وجها واحدا وصفا واحدا للتصدي لهذه المؤامرات التي تحاك تارة إزاحة القدس على الطاولة تارة إلغاء عمل الأنر ووقائع تفرض على الأرض من خلال الاستيطان وغيره نعم الدار الأمريكية ليست بحاجة إلى إعلان صفقة القرن هي في الواقع تنفذ صفقة القرن خطوة خطوة من خلال إجراءاتها كما تفضلت هي أولا أعلنت أن القدس لم تعود على طاولة المفاوضات وأنها قدس معحدة تحت سيطرة إسرائيل وعاصمة لها وكذلك الأمر فيما يتعلق بحق العودة اللاجئين الذين اختصرتهم إلى بضعة آلاف من الذين ولدوا في فلسطين قبل النكبة واستثنت أحفادهم وأولادهم من حق العودة وفقا لتفسيرها ولتقديرها وهي تفضل كل ما لديها من إمكانيات من أجل عرقلة عمل وكالة الغوث وهناك أيضا المعلومات التي تشير إلى طرح خيار الكونفدرالية بديلا عن خيار الاستقلال الوطني الناجز وكذلك الأمر فيما يتعلق بالمستوطنات التي أعلنوا أنها ستبقى تحت عنوان أو تحت مسمى أو حجة تبادل الأراضي هذه كلها عناصر واضحة لصفقة القرن وهي تتنافى تماما مع الثوابت الوطنية على عجالة سيد على عجالة واعذرني على المقاطعة فقط لضيق الوقت واحدة من التصريحات المنسوبة لأفكدور لبرمن وزير جيش الاحتلال السابق أو الذي استقال كان قد قال بأنه بعض أو واحدة من بنوط صفقة القرن وفقا لقوله هي أنه إذا أردتم دولة كفلسطينيين أعلنوا دولة في غزة نعم هذا يمكن أن يكون أو لا يكون جزءا من الصفقة التي ستعلن لكن مما لا شك فيه أن سلطات الاحتلال تعمل من أجل هذا الخيار وهي تريد أن تحافظ على سيطرتها على الضفة الغربية بكل الوسائل وقد أعلنت ذلك أكثر من مرة وهي تهيئ بذلك أيضا لضم الضفة الغربية أو الأجزاء الأكبر منها ضما رسميا هذا يمكن أن يكون جزءا من صفقة القرن ممكن أن يكون أيضا سلوكا إسرائيليا يستضل بصفقة القرن من أجل تعقيق أهدافه ولذلك كما تفضلت نحن مطالبون بالدرجة الرئيسية هناك إجماع وطني فلسطيني على رفض صفقة القرن وهذا الإجماع يجب أن يتجسد بالفعل وليس فقط بالقول وليس بالأفعال التي تعزز من توجه اعتبار غزة دولة بمعزل عن الضفة أيضا وأيضا ليس من تمزيق الصف الوطني من خلال تصرفات وسياسات يمكن أن تؤدي إلى تعميق هذا الانقسام وإلى تعكير صفو العلاقات بين القوى الوطنية سيد قيس أبو ليلة ساعدنا جدا بوجودك معنا نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل ما أفيت به من إضاحات موسيقى